ثلاثة مليارات دولار حصلت عليها إيران من قطر بعد مقتل سليماني تصريح تداوله رواد موقع تويتر بالصوت والصورة للقيدي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسن عباسي عباسي الذي يعد أحد أبرز المتشددين في النظام الإيراني قال إن الأموال القطرية جاءت كتعويد عن مقتل سليماني ليلة الثالث من يناير الجاري في عملية أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس وعددا من مرافقي عندما تم استهداف سليماني تسلمنا ثلاثة مليارات دولار من قطر كتعويد لأن الطائرة المسيرة التي استهدفته انطلقت من قطر وربما تفسر تصريحات عباسي الزيارة المتسارعة لوزير الخارجية القطري لطهران بعد ساعات فقط من مقتل سليماني والتي أعقبتها زيارة أخرى لأمير قطر بعدها بأيام قبول إيران للمال القطري فعله الحرس الثوري من قبل فقضية القطريين الذين اختطفتهم مجموعات مسلحة في العراق قبل نحو ثلاثة أعوام ربما تمثل دليلا آخر على سلوك النظام الإيراني فيما يمكن وصفه بالمقايدة السياسية والمالية حيث حصل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في العراق على ما يقرب من مليار دولار نظير تحرير المختطفين فيما تردد حينها أن سليماني حصل على خمسين مليون منها فسليماني أنذاك هو من قاد مفاوضات تحرير الرهائن القطريين وهو من أعطى الضوء الأخضر لعملية الإفراج عنهم بالتنسيق مع الميليشيات المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف